المرأة السودانية يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم ويقول الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهروا لقلوبكم وقلوبهن يقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الآيات النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المسلمة أن تحتجب وأن لا يظهر منها شيء وحتى أنه بيّن حتى ما يتعلق بطول الثوب وغير ذلك فالتزم نساء المؤمنين ولذلك الحجاب ستر للمرأة حتى لا تؤذى وأيضا حتى لا تتبعها العيون المريضة ولذلك هي مأمورة بالستر فكل ما فيه ستر للمرأة ولا يلفت الانتباه ولا يشار إليها بالأصابع فهذا من الحجاب يختلف حسب عادات البلاد فبعض البلاد يلبسون العباء السوداء بعض البلاد يلبسون البالطو مثلا بعض البلاد يلبسون الثوب الفضفاض الطويل الواسع الذي لا يشف وهذا يعتبر ساتر وليس بالضرورة أن يكون أسود قد يكون أي لون من الألوان الأخرى فإذا كان النساء عندكم يلبسون الثياب وعتادوا عرف في البلد عندكم على أن هذا ثوب حتى لو كان ملول لكن معروف بأن هذا ثوب حشمة وثوب ستر وثوب حجاب يعتبر سابغ فهذا من الحجاب يعني ليس شرطة أن تكون هناك عباءة حسب العرف حسب العرف لذلك إذا كان سابغا ساترا ليس فيهما يلفت الانتباه يشد الانتباه ليس فيهما يجعل المرأة إذا مرت التفت الناس إليها لأنها زكرشت أو زخرفت أو زينت أو شيء هذا من الحجاب أما إذا كان العكس فلا تنتبهوا لهذا